أون سبورت والزميل المحمودي بيقول له مشاكل الإسماعيل ومعاناة الإسماعيل قال له لا هو الأهلي ما قاله الأهلي قال له الأهلي مستفيد من الفساد اللي موجود ومن الفوضى اللي موجودة وكلها بتخدم الأهلي لأن الدولة عايزة كده هي دي مناسبة الدولة عايزة كده طيب هو قال كده طيب ما تخلينا في حالته هو ناخده هو كنموذج من أيام ما كان بيلعب في الستنات ورح أمريكا هو لما رح أمريكا كان النادي الأهلي صفره لا كانت الدولة قالت له سافر عشان ترجع على النادي الأهلي أبدا طيب هو لما رح أمريكا ولعب اللي بيموت في الإسماعيل النهاردة بتشحتف وعملي إيه وعملي يعدد أسباب هو شخصيا مالوش دعوة هو بيحب الإسماعيلي قوي بس يوم ما رجع من أمريكا رجع لعب فين أبراين المصري في المصري هو رجع على الإسماعيلي أبدا طيب هو المصري عمل كبري عشان يوديه أمريكا ويرجعه المصري هو اللي عايز يعمل لنفسه كبير وشكل بسيطه حر بس ما تجيبش سرط الأهلي في كل جملة بقى الموضوع بقى يعني بسيط لدرجة ومكشوف لدرجة إنه بقى محدش واكل من الكلام ده ما تحطش كل المشاكل على إنك تقول أصل الأهلي الأهلي يا كابتن أسامة لا حردك ولا جي ناحيك ولا طالب يتعقد معك ولا صفارك ولا رجعك على المصري أنت مرجعش على الإسماعيلي ما هو اللي بيحب نادي الديني أمرته لكن توقع تتكلم عن نادي الآلي خليك في الأسباب الموضوعية عشان تعرف تحله يعني يعني الواحد مضطر يرد عالناس دي وبعدين يعودوا لك في الاستوديوهات نفس التلام الاستقرار الاستقرار يعمل الاستقرار إن أزماتك غيرك يحلهالك هو ده الاستقرار أنت خدت بطولات بدمان يعني الدولة تقول لك مش هنسيه بالزمالك والحد النهاردة محدش بيحاسبك على ديونك ومأجل لك والدنيا حلوة لكن أخطائك الشخصية أنك ما تديش لعيب حقوقه أو مش عارف إيه أو اللعيب يرفع عضية أو بتاع دي دي هيعمل لك فيه إيه دي دي مسؤوليتك أنت ومسؤولة النادي الأهلي مسؤولة النادي إسماعيلي الإدارات بتاعت الأندية المسؤولة على إن النادي ده يبقى عنده مشاكل ولا لأ أما تيجي تبيع لعيب لنادي دون أن تحيل الشرط اللي محطوط في عقدك إن هو لو تنقل تدفع عشرين أو خمس عشرين مليون جنيه فتبيعه أنت بخمساشر مليون دون أن تحيل هذا الشرط الجزائي في العقد الجديد يبقى دي غلطة مين غلطة مين غلطتك أنت اللي عملت جدا وأنت اللي تدينت بسبب هذا الأمر وبداية مشاكل إسماعيلي هذا العقد اللي قال لي عمره ما سابق في أزمة اللي قال لي في كل اتفاقاته معاك كان فيه بين وبينك عقود واضحة خد وخد لعيبة وخد فلوس على لعيبة بتحيخلص عهدها بعد ستة أشهر وكنا بنعملها بطيب خاطر علشان وين وين أنت تطلع كذباء أنا أطلع كذباء أنا أخذ منك لعيب شريف عفضيل وأنت تأخذ سبعة ونصف مليون جنيه وتأخذ عليهم أحمد صديق وتأخذ أحمد صديق يفيدك يفيدك في الباكرايت وأنا أستفيد في المكان شغل عندي وخد فلوس هذه هي حركة انتقالات اللعيبة هو ده الاحتراف وين وين مواقف نتبادل فيها مع بعض المصالح مش كمات تصوروا هذا الأمر وكأن الأهل يعتقتي وكأن نادي الأهل يفرغ يفرغ إيه؟ التمدي للزمالك ضعف عدد اللعيبة اللي خدوا منك النادي الأهل صحيح وإذا كنت حتقول لي هو الأهل يراح هارض لعيب عندك إنه ما يلعبش يعني مش عواد قال لهم أنا مش لعب إلا زرحت الزمالك خدوا وما بقاش في الإسماعيل حارس مارم وده الأهل كان علاقته بك وإنبارح باهر المحمدي فسخ عدو شرط جزايا وراح المصري وراح المصري في عز معاناة الإسماعيل الأهل ماله بس هو ممكن يتنقل للمصر لكن لو تنقل الأهل بقت فيه مشكلة هي لأنها مشكلة مصطنعة مش طبيعية فيه ناس عايزة توجه المشاكل في هذا الاتجاه بس لما تيجي من واحد بقيمة الكابتن قسامة خليل واحد المفروض أنه احترف بدري ما كانش فيه محترفين كتير وكان لعيب من طراز رفيع وراجل احترف واستفاد ورجع بعقل احترفية بدليل أنه هو هو اللي بيموت في الإسماعيلي بس لقى مصلحته في المصر لا حد كان وجهه ولا قال له اطلع كبري ولا ارجع على فين ولا حاجة من فضلكم النغبة دي بقت مستهلكة والتاني يقول لك الأهلي قصو مش عارف مستني عشان الكبري طب مش عيب يا كابتن تامر تقول على هذا النادي العريق نديك الزمالك الكبير قوي أنه اللعبة بتعمل كبار عشان تتمشي منه ازاي الزمالك ده يعني يعني احد المصنفين على افريقيا انتو عملتو الكلام ده مش في صالح ازنادي الزمالك انه تصوروه انه دايما الناس بتشتغلوا لا الزمالك عنده ادارات وعية الزمالك عنده لعيبة بتتعلق بيه والعيبة بتتقلق من خلاله وبتتبع بأرقام كويسة يعني يعني عندك نجوه محدش عامل عليك كباري واو عا تفاهمني انك مقتنع ان الاهل عمل كبري بتلاتة ونصف مليون يورو في موضوع امام عشور او عا تفاهمني هذا الكلام عشان دعيم لان امام عشور رجع وكان متاحا لو انت عايزه كان حقيقة كنت تقدر تاخد لكن الاهل ساعتها باعلى عيب يقدر عمل عملة استبدال فقط يعني هي ما عملهاش حتى بصفقة مثلا انه جابه مليون دولار ده دافع مبلغ محترم فيه بلاش النغمة التي تؤدي الى شياط احنا مش جايين نحفل على بعض لان دي نغمة ادمت بقى واستهلكت وبلاش يا كابتن تامر انت تستطيع ان تتحدث افضل من هذا بكثير ما انتش محتاج انك تلجأ للاسلوب ده لانك لما بتتكلم بعقلانية عندك منطق وعندك رؤية ما انتش محتاج انك انت تبقى ترند على حساب انك تكرس في كراهات الاهلي او تسفه من يا كابتن اسامة لا يليق بيك كل ما تطع تجيب سيرة الاهلي لا يليق ده عفة نصر لسه مصمم مليش دعم ده بقى انه انه الكابتن ادري عبدالعظيم اللي حكم مباراة التسعينات مطش الاهل والزمالك والزمالك انسحها يقول لك ما هو بعديها خدوم مدير البرامج الرياضية في القناة الاهلي ما انا بقول لكو حتى الكلام باصل بيفتقد للعق يعني قناة الاهلي بدأت في 2008 عمر ما الكابتن ادري عبدالعظيم لا ظهر فيها ولا فيها برامج رياضية لان هي ببساطة براء بقناة رياضية بصوا مستوى الكلام وصل لغاية فيها وبعدين الكابتن محمد عبدالله اللي مرة واحدة انفجرت زمال كوياته وهو لعب هنا عندي سنتين ولعب في الزمالك سنتين وجل الاهل التواعية رغم ان الزمالك كان عايز اختار الاهلي ده اللعيب لنا احنا انا وكابتن خطيب روح لإسماعيلية وتمشينا في شوارع إسماعيلية والناس بقت تعزم علينا يعني كانت العلاقات في منتهى الرقي والشفافية وفي الصفقة بتاعته راح محمود شيكو يعني فلوس وخده سردباك دولي سردباك دولي شيكو يعني وين سيتيواشن اديتك لعيب و اديتك فلوس وانت كابتن محمد جيت عندنا وخدت دوريات وخدت بطولات ايه ليه ليه مدام النادي الاهلي ما عمدكش سبب تدام النادي الاهلي خالص إلا إذا كانت دي بقى هي لقمة العيش الجديدة عايزة كده بس برامج بعينها هاتو يهجم في الاهلي لا اطلع هجتم الاهلي وهجم الاهلي وبعدين اطلع اقول بقى ايه يعني احنا بنقول اللجان اللجان هي اللجان باختصار ايه ان تتبنى جملة او تتبنى قضية وانطروا يعني انطرها دلوقتي البرامج بيتوزعوا عليه عشان يقولوا نفس الكلام اهو في الهند بقول جيب سيرت الاهلي وقولوا الاستقرار مش الاستقرار في الازاعة كابتن قسامة بلا مناسبة اصل الدولة عايزة كده ايه الدولة عايزة كده ايه كابتن قسامة دولة عايزة ايه عايزة ايه عايزة انك انت تشتغل تروح تاخد خرارات وتدين وتيجي النادي الاهلي عشان هو مستقر مستقر بمين النادي الاهلي خد ايم الدولة زيادة عن اي حد بالعكس ده الدولة النهاردة طرى أن الأهلي وقف على حيله ما بتدرش يعني يعني ممكن تدي دعم الأهلي ما بيحصلش على الدعم الأهلي لا يحصل حتى النادي الأهلي له مستحقات لائحية عن بطولاته الأفريقية ما خدهاش ما خدهاش فأنت يعني بتدعي مني عشان أنا بفكر وبشتغل كنادي أهلي فكر واشتغل بدن ما تحدف علي كل حاجة وبعد ما تطلعوا تطنطوروا كلكوا جده بالطريقة دي ما حد شوية على فكرة أنت فاهم من الجمهور الزمالك مش فاهم الدنيا ماشية زي دلوقتي فاهم بس حتلاقي ناس عجيبها الكلام دي رغم أنها فاهم بيرايحها ما هتعمل ايه طيب